السلام عليكم اليوم 26 يوليو 2020 بدينا بتغطية القنيان القنيان اللي هي العذوق نغطيها بشاش ابيض بالنسبة للسكري والبارحي لانه يحميها اكثر عن الشمس ما نبغاها تتمر بسرعة لانه يخرف يوم بعد يوم اما الانواع مثل هذه الخلاص والشقرة الخضري اي نوع يجد جداد يعني ما يخرف يومي هذا ممكن تغطيه ارخاص لك بالنايلون الاخضر لانه تغطية تكون بهدف العصفور العصفور وتتركون لكم كم عذق او قنا للعصفور لتبارك المزرعة ويعقول لا تحرموا العصفور من كل شيء وهذا هو الشاشة الابيض يعني يخفف الحرارة شوي على العذوق هذا مجرب يعني ليس سواليف وليس الدعايات بالنسبة للري رح يكون يوم بعد يوم كان يومي من شهر تقريبا خمسة وستة وسبعة كان يومي ثلاثة شهور لان التربة رملية الان رح نخلي الري يوم بعد يوم والكمية اقل كان يشتغل الغطاس عليها ستين دقيقة الان حطيناها واربعين دقيقة اول ما نبدأ نخرف بعد العيد ان شاء الله يعني بعد عشر ايام مثلا نقول من ستة اغسطس نبدأ نخرف رح نخلي الري مرتين في الاسبوع وشي ثلاث مرات بعدين مرتين في الاسبوع وليحدد الري نظرك للتامرة هل هي مليانة ما اذا مليانة ما اذا عندك سيادة في الري يعني صير الرطب وانت السكر تعرف انه يفضل ما يكون الرطب وانما يكون يعني ناشف شوي ومجعد هنا نلاحظ اللون اخضر هذا يدل على خصوبة التربة من الاسمدة العضوية يعني هذه طحالب جميلة ومفيدة وسوف تذهب اذا قللنا الري يعني هذا يدل على ان الري كان كثير ونخلة استاهلك وشكرا